جواز السفر الإلكتروني هذه المناسبة عبر مع الشيخ خشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن اعتزازه بهذا التقدير رفيع المستوى والذي يعتبر تكريما دوليا لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى مشيدا معاليه بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ مبادرات تطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وأكد معالي الشيخ خشام بن عبد الرحمن آل خليفة أن هذا الفوز يعد إنجازا عالميا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين ويؤكد على تميز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين من ناحية التصميم والسمات الأمنية واستخدامه لأحدث التقنيات في مجال وثائق الهوية كما يعزز هذا الإنجاز التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والجديد بالذكر أن جواز HSBC ذات أهمية كبيرة في مجال الطباعة الآمنة وتعتبر من أعرق الجواز العالمية المتخصصة في الابتكار والأمن في تصاميم وثائق الهوية والأوراق النقدية ترجمة نانسي قنقر